فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى نعم هذه النتيجة لما سفق إذا كان الإسلام هو دين الكمال هو دين العلو الصحيح لا العلو المتغطرس وإنما هو العلو الصحيح الذي قال الله جل وعلا فيه وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين علوا صحيحا فهذا يجب على المسلم أن يحمد الله على هذه الدين الذي كفل له الكمال قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذه نعمة عظيمة ميز الله بها المسلمين على غيرهم ممن يتخبطون في الظلمات أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون